اثار كيليان امبابي نجم فريق باريس سان جيرمان غضب ادارة النادي الفرنسي بعد القرار الذي كشف عنه اليوم للمسؤولين في خطاب رسمي ارسله ظهر اليوم الاثنين ووفقا لصحيفة ليكيب الفرنسية فان كيليان امبابي ابلغ مسؤول باريس سان جيرمان انه لا ينوي تفعيل بند التمديد في عقده الحالي حيث كان امبابي قد وقع عقدا جديدا مع باريس سان جيرمان حتى عام 2024 مع خيار التمديد لعام اخر حتى عام 2025 واكدت الصحيفة ان امبابي لا ينوي البقاء مع باريس سان جيرمان لما بعد الموسم المقبل حيث يسعى الى الرحيل وعدم تفعيل بند التمديد واشارت الى ان قرار امبابي اثار غضب مسؤول باريس سان جيرمان الذين لا يرغبون في رحيله مجانا العام المقبل حيث تعجب مسؤول باريس سان جيرمان من قرار امبابي حيث شعر بان المحادثات الخاصة بتمديد عقده كانت ايجابية في الاسابيع الاخيرة ولذلك لم يفكر النادي على الاطلاق من قبل في بيعه هذا الصيف ولكن الان سائم باريس سان جيرمان من الوضع ومستعد لاتخاذ موقف متشدد تجاه امبابي وافادت الصحيفة بان قرار امبابي قد يعني لجوء باريس سان جيرمان الى طرحه للبيع في المركة الصيفي الحالي لتحقيق استفادة مالية واكدت الصحيفة ان الفريق الباريسي امامه خيارين فقط اما ان يوافق امبابي على تمديد عقده ومن ثم بقائه حتى 2025 او بيعه في الايام المقبلة حيث يتطلع ريال مدريد بقوة الى ضم امبابي خاصة بعد رحيل النجم الفرنسي كارين بن زيمة قبل ايام الى اتحاد جدة السعودي ومن جانبها ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الامريكية ان مسئول باريس سان جيرمان تفاجأ بقرار امبابي وذكرت ان اولئك المسئولين علموا بقرار امبابي بعدما تواصلت معهم وسيلة اعلامية فرنسية لكيب مدعية بانها تلقيت نسخة من خطاب امبابي قبل ارساله الى ادارة النادي اشتركوا في القناة